هذا وقد دع مدبولي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى مواصلة جهودها للتعاون مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية وأشار مدبولي إلى جهود مصر الحثيثة خلال الأعوام الماضية لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدا على قيام مصر بتحفيز القطاع الخاص عبر حزمة من التشريعات والمبادرات التنموية ولافتا إلى استمرارها في تنفيذ عدد من المسارات الاقتصادية عملت الدولة المصرية بجهود جادة وحثيثة خلال الأعوام الماضية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وقد أنجزت بالفعل عددا كبيرا من الإصلاحات لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وقد ساهمت كل هذه الجهود في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات وتحقيق معدلات للنمو الإيجابي رغم صعوبة التحديات حيث قامت الدولة المصرية بالآتي التعويل على الاستثمارات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص والداعمة لاحتياجات المواطن من خلال إطلاق سلسلة من المشروعات القومية ذات الأهمية الكبرى والموثوقة في إحداث التنمية والمساهمة في تهيئة البنية التحتية اللازمة للاستثمار تحفيز القطاع الخاص عبر حزمة متنوعة من الإصلاحات التشريعية والمبادرات التنموية إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية